صباح والوقفة التالية مع حوار مفصل يتحدث عن نشاط رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من خلال جوالاته المختلفة لحل مشكلات سواء المواطنين أو بعض المهن والحرف في مصر هذه المرة اللقاء كان مع عدد من شباب القوى الثورية لمعرفة متطلباتهم وكيفية تواجدهم على الساحة السياسية بالأساس في مصر وكيفية مشاركتهم أيضا في النهوض الاقتصادي المنشود في مصر ده كان الشق الأول لكن الشق الثاني كان خاص بصندوق للخدمات الخاصة بتلقي خدماء شكاوى المواطنين المصريين وده مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارة مهمته الأساسية تجميع هذه الشكاوى ومحاولة تحلها قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل كبير منرحب بضفنا في السوديو معنا الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد عليوى عضو تكتل القوى الثورية محمد يعني خلينا في البداية نتكلم يعني ما هو تكتل القوى الثورية وتفاصيل المقترحات التي أعرضتموها على رئيس الوزراء لكن في الأول لدينا تقرير بيلقي الضوء على هذا الموضوع نشاهده المشاهدين الكرام ثم نبدأ الحوار مع عضو التاق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد مع شباب الثورة وممثل عدد من القوى الثورية منهم حركة تمرد وشباب جبهة الإنقاذ تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية من بينها المطالبات بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وموقف بعض الشباب والطلاب المسجونين كما تم بحث استكمال خارجة مشكلة البطالة ورحب عضو المجتب السياسي لتكتل القوى الثورية بدعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء شباب الثورة للاجتماع والحديث حول الأوضاع الرهنة وقال إن التكتل طارح خلال لقائه بمحلب عدة أمور هامة من بينها التحديات الرهنة والمقبلة لخارطة الطريق في ظل ما تعانيه البلاد من ضربات إرهابية والتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بإقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل شفافية ونزاهة واضحة طبقا لقواعد الديمقراطية وعدم الانحياز إلى أي مرشح رئاسي ولا فتاء إلى أن التكتل سيبحث قضايا الطلاب المحبوسين من لم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب إضافة إلى مطالبة الحكومة بمكافحة الفساد كمشروع وطني يساعد فيه جميع القوى الثورية والسياسية اجتماع الشباب مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تناول أيضا كيفية تتمكين الشباب الكفء من المناصب القيادية بالدولة بما في ذلك التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ الإحلال والتجديد في المؤسسات الحكومية كما تناول الاجتماع الحديث حول مستحق الدعم الذي يصل إلى قطعات اقتصادية من المجتمع لا تستحقه ويظل الشباب والكادحون في معاناتهم أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونجدد التحية لضفنا في السجد السيد محمد عليو عضو تكتل القوى الثورية السيد محمد بداية التكتل الذي التقى برئيس الوزراء بالأمس من يضم؟ التكتل القوى الثورية كان بيضم هو أنشئ الأول في فبراير من العام الماضي فبراير 2013 فبراير 2013 وكان قبليه فيه جلسات تحضيرية قبليها بأربع أشهر في نوفمبر ولكن تم تدشينه فعلا في فبراير عشان الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي وكان يمكن التكتل قبل حركة تمرد ونتج عنها حركة تمرد وكان بيشارك في التكتل دوت في بدايته حوالي أربع تشر حزب كان منها حزب العدل كان منها حزب المصر الديمقراطي كان منها حركة ستة إبريل جبل طريق الخولي كان منها حزب المساواة والتنمية كان منها حزب الجيل أحزاب كتيرة قوي كانت معارضة لنظام الرئيس محمد مرسي والأحزاب دي تحت التأسيس؟ لا 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 كلها موجودة يعني حزب مصر الديمقراطي كل الأحزاب دي كانت مازالت موجودة في التكتل؟ مازالت موجودة في التكتل وحضرت اللقاء مع رئيس الوزراء؟ لا بعض من التغيرات هي اللي حضرت بعض من التغيرات هي اللي حضرت يعني احنا طلعنا ممثلين من عندنا هم اللي حضروا اللقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلد طيب احنا تبانى من خلال التقرير عدد الحقيقة من الأوراق اللي يمكن طرحتوها على رئيس الوزراء ما توصلتوا لي من جداول زمنية محددة أي النقاط اللي وضعتولها أولوية أولى في التطبيق احنا اتفقنا الأول على توحيد الصف الثوري لأن احنا دلوقتي شايفين أن في مشكلة الجيل بتاع الجماعات أنه هو بيحاول أنه هو يهدم الدولة ونشوف مظاهرات بالذات في جامعة الأزهر ونشوف مظاهرات في جامعة الجماعات دي عبارة عن مجموعات إخوانية مندسة فيها فاتفعنا على أن احنا احتواء الشباب في المرحلة في أقرب مرحلة الجداول الزمنية هي دي مشكلة الاجتماعات واللي بتبقى في الرئاسة أو في اجتماعات مجلس الوزراء ما نبقاش فيه جداول زمنية محددة ولكن هو سيد رئيس الوزراء قال إدوني مهلة ثلاث شهور يعني أنا بطالبكم أن أنتوا توقفوا الإضرابات والاعتصامات لمدة ثلاث شهور عشان البلد تقوم وبعد كده ابقوا حسبولي وإحنا اتفعنا على كده وكان فيه موافقة على كده هو أن يبقى الثلاث شهور دولت هي مرحلة الاختبار للحكومة الجديدة وقف المظاهرات والحاجات المطالبات الفئوية وكل الحاجات والمطالبات الفئوية كلمتوا برضو على المطالبات الفئوية كلمنا على طبع المطالبات الفئوية كلمنا عن حاجات الأطباء ووعد أن هو يشكل لجنة للبحث مع نقابة الأطباء هل في قناة بينكم وبين ممثلي العمال مثلاً وممثلي الأطباء طبعاً 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 يعني أنا أنا دكتور مثلاً وبشارك في بعض الإضرابات كان زمان ولكن دلوقتي أنا وقف في الإضرابات من بعده إلى 36 تجني البلد تقوم كنت بشارك في إضرابات وزارة الصحة كنت بشارك في إضرابات وزارة الصحة كنت بشارك في إضرابات وزارة الصحة لكن مصحبت منها يعني عشان الطوارئ وعشان قطر بعد 36 لأن أنت دلوقتي في مرحلة أنت ما زلت تقفي حتى الآن عندي يوم 29 يعني الحاجة الوحيدة التي تعملت أيام الببلاوي ويمكن مزارة دكتور إبراهيم محلب أحسن كتير من الببلاوي بتهتم بالأرض بتهتم بالشباب يعني دعنا نتحدث على ما بعد المهنس إبراهيم محلب نتحدث عن مرحلة جديدة وعن الاجتماعات والمقترحات والطلبات التي قدمت والمستقبل يعني بدون الحديث عن المهنس طبعا يعني عشان الوقت يتسع للحديث بشكل محدد تمام يعني في الفترة القادمة في قناة اتصال طبعا في قناة اتصال بين العمال يعني عندنا قناة اتصال مع عمال غازل المحلة عندنا قناة اتصال مع نقابة الأطباء عندنا قناة اتصال مع نقابة السيدلة مع نقابة المهندسين كل ديت مجموعات موجودة في التكتل وكل ديت إحنا كلمنا معهم وخدنا المقترحات بتاعتهم وقدمناها لرئيس الوزر بنشوف إن رئيس الوزر يا ربي يحقق الكلام دوت في خلال التلاتة شهر القادمة إذا لم يتم تحقيق دوت يعني برضو هنناشد الصبر شوية وكده هوات ويا ربي بس انتخابات الرئاسة تخلص وطالبنا الموضوع انتخابات البرلمانية يسرع القانون وطالبنا كمان بتمكين الشباب الكفء ما طالبناش إن فيه كتير قوي من الشباب اللي بتعتبر نفسها إنها يجب على الدولة إنها تعينها في مناصب مساعدين ووزراء أو إن هما يمسكوا المحليات أو كده هوات وبالآخر بيصطدم بالبيروقراطية المصرية وشوفنا يمكن خالد تليمة شوفنا باس العادل اصطدموا بالوزارة جوه واصطدموا إن ما ينفعش يبقى مدير عام بقاله 30 سنة أو كده هوات ومستنى إن هو يبقى مساعد وزير أو كده وييجي شاب جيه عشان هو هتف التحرير طب إيه الحل؟ الحل إن حضرتك إحنا اقترحنا دوت مع الدكتور مصطفى حجازي وكان برضو مع الأستاذ أحمد المسلماني إن يتم فيه آلية معينة لتعيين الشباب إن يتم اختيار عمل امتحانات معينة ويتم إعدادهم في خلال ستة أشهر في مركز إعداد القادة وكل واحد في مجاله وبعدها يبدأ ما يبقاش مساعد يعني ياخد هو المنصب نفسه لا 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 ما ياخدش المنصب يعني ما ينفعش إن الدولة بتاعتي إن يبقى منصب مثلا عنده حاجة و30 سنة ويبقى وزير نعم ليه؟ ما ينفعش يبقى يجي وزير لأن ما عندوش الخبرة الكافية هنكون صريح مع حضرتك يعني النظام مبارك ضمر الكوادر عندك واحد زي الدكتور الجنزوري كان من أحسن الناس اللي كانت موجودة ولكن النظام مبارك ضمر الكوادر ما فيش عند حضرتك أي كوادر ولا في الحزب الوطني ولا في الإخوان ولا الشباب اللي موجودة ما فيش إلا التكنقراط والتكنقراط أغلبيتهم هاجروا برا وبعض منهم موجود في الوزرات وأغلبيتهم في بعسات وبعدين يروح الشركة الخاصة عشان مرتبوا أعلى هناك فأنت طبعا ما ينفعش إن مثلا واحد يبقى عنده حاجة و30 سنة ويمسك وزير بأي منطق إن أنا أقول إن دوت يمسك وزير وإزاي هيسيطر على الناس دين ممكن يكون في تفاهم من بعض المديرين العام أو كدهات ولكن ما عندوش الخبرة الكافية إن هو يتعامل مع المواطنين ما عندوش الخبرة الكافية إن هو يحل المشاكل الملفات الاقتصادية لازم تبقى حكوم التكنقراط وده اللي طالبنا لي نقدر نقول إن التكتل ضد فكرة إنه الشباب الثوري يدخل كمساعد أو معاون للوزير ويكتسب خبرة من خلال عمله في الوزراء أنتوا ضد الفكرة دي لا إحنا مع الفكرة ديت ولكن ما تحطوش في منصب قوي يعني نفعش تحطه مساعد وزير أو حطه مثلا ماسك جزء في المكتب الفني بتاع الوزير خليه يتضرب بعثه بعثة للماجسترات والدكتورهات بعثهم برا علمهم بحيث إن في خلال أربع سنين أعمل صف ثاني وثالث أعمل صف ثاني وثالث إنما لأن في الآخر هو هيفشل ما عندوش الآلية هو واحد كان يعني بي ناضل وبيحاول إنه ينزل التحرير ويحاول إنه يحل مشاكل الناس ممكن تبقى مشكلاته مع المجتمع المدني قوية كل الكلام دوت إنما ما قدرش إنه فعلا يمسك وزارة أو يشيل دوت أنت عندك تسعين مليون روح مسؤولة منك في تضامن الاجتماع مسؤولة منك في التعليم مسؤولة منك في الصحة دكتور محمد كان فيه موضوع تحدثنا عنه من شهرين تلاتة يمكن إنشاء مفوضية للشباب حضرت أكسيمات ده وكان مطروح على رئيس الجمهورية شخصيا ستة مستشار عدل مشروع ده لسه قائم وكينونة المفوضية دي هل اتضحت ولا لأ لأنه كان فيه لابس كبير جدا بين عملها واختصاصاتها واختصاصات وزارة الشباب والمسألة التنسيقية فيما بينه تمام مفوضية الشباب كانت الفكرة الأول بتاعتها كانت جاية من الدكتور مصطفى حجازي هو مشكورا بدأ الموضوع دوت وكملوا بعدها الأستاذ أحمد المسلمين المفوضية الشباب فعلا تم فيها آليات معينة عمل اجتماعات وفيه هيكل ليها ولكن هي متوقفة على قرارات من مجلس الوزراء وعلى عشان المرحلة الانتقالية لأن مفوضية الشباب دي هلاجنة استشارية دي همية واحد هيحاولوا أن هم يتم انتقائهم هي المشكلة آليات الاختيار دلوقتي لأية الاختيار بتاع مثلا الناس من تكاتل قوة السورية هاخد مين في وزارة الصحة مين اللي عنده الماجسترات هبص على وزارة التعليم